اتمرن من جديد يوم السبت زار 1365 شخصا حديقة الألعاب وزار الحديقة يوم الأحد 1485 شخصا كم من شخص زار الحديقة في اليومين معا إذن في اليوم الأول في السبت يوم السبت زارها 1365 شخصا وفي يوم الأحد 1485 شخصا في اليومين معا زارها مجموع هدين العددين مجموع هدين العددين 1365 نجمعه مع 1485 نجمع العملية هنا احتفظ 8.6.14.1.15 نحتفظ هنا عندنا 8 هنا 2.850 2.850 إذن هو عدد الزوار تمرين الثاني اشترى الأب الطابعة والآلة المصورة فرد عليه البائع 35 درهما ما مجموع ما دفعه الأب للبائع كمورقة نقدية من فئة 100 درهم تكفي لأداء هذا المجموع إذن الآلة المصورة والطابعة نكتبه الثمن الأول والثمن الثاني إذن الآلة المصورة والطابعة المجموع سوف نكتبه هنا نجيز العملية إذن هذا هو الثمن ثمن الطابعة ثمن الآلة المصورة ثمن يزائد 7.15 نحتفظ ثمن يزائد 7.15 واحد ستة عشر نحتفظ ستة وثلاثة تسعة ومنا واحد إذن ألف وتسعمائة وخمسة وستون هذا هو ثمن المشتريات الأب دفع أكثر من ثمن المشتريات يعني عندما يرد لنا البائع الباقي فنحن ندفع أكثر من ثمن المشتريات الأب دفع هذا المجموع مع الباقي إذن هذا المجموع سوف أجمعه الآن إذن ألف وتسعمائة وخمسة وستون التي حصلت عليها من مجموع هذين العددين سأضيف لها خمسة وثلاثين إذن سوف أنجز العملية هنا ألف وتسعمائة وخمسة وستون هنا خمسة وثلاث سفر نحتفظ تسعة وحد عشرة نحتفظ اثنين إذن أعطاه ألفا درهمين إذن هذا ما دفع الأب إذن كم من ورقة مالية من فئة مئة درهمين تكفي لأداء المبلغ إذن أخذنا هذا العدد مئة درهمين كأن عندي مئتاني أصبحت ألفاني إذن ضربنا في عشرة إذن تكفيه عشرة أوراق مالية من فئة مئة درهم لأداء هذا المبلغ إذن كخلاصة لهذا الدرس أجمع عددين لأجد المجموع أجمع عددين لأجد المجموع المجموع هذه النتيجة التي نجد دائما نجمع من الوحدات وإذا كان هناك احتفاظ فأنا أضعه في الرقم الموالي وهكذا إلى أن أصل إلى آخر رقم على اليسار فمثلا هنا ألف وثلاثمائة وستة وستون أضيف لها ألف ومائتاني وسبعة وتمانون حصلت كمجموع على ألفاني وستمائة وثلاثة وخمسون وبهذا أعزائي نكون قد أنهينا إنجاز تمارين هذا الدرس إلى اللقاء وإلى الفيديو القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة